فترة التوقف الدولي هتكون مفيدة جدا طبعا لفرق كمان كتيرة في الدوري عشان لما ترجع بعد كده المسابقة الجميع يكون عنده أو يبقى مستعد بشكل كبير للمنافسات اللي دايما برضو هنرجع نقول عليها و هنقول مرارا و هنقول تكرارا ان هي بتقارب المستويات بين الفرق ده مهم جدا لمصلحة الجميع و لمصلحة القرى المصرية مصلحة القرى المصرية بالمناسبة انا من الناس اللي مبارح رغم ان الاهلي لم يكن الافضل بس انا حبيت الاداء بتاع النادي الاهلي و حبيت الاداء بتاع النادي الجونة ليه لان انا دلوقتي لما اجي ابص انا بقى عندي فرق بتيجي وبتنافس فرق يمكن ما كانتش على الخريطة اصلا في الدوري الممتاز و ابتدت ان هي دلوقتي تيجي وتنافس فرق كبيرة على الفكرة منهم زاد بالمناسبة زاد دلوقتي بعد صعوده للدوري الممتاز اصبح لا لا فريق تقيل فريق يعني يلفت نظرك عارف انت لما تسمع عن حد مثلا تصعد فرقة صعدت ما بتبقاش مدي اهمية كبيرة لكن الفرقة اللي صعدت دي بتلعب وبتتقلق وبتفوز على فرقة كبيرة فبتبتدي تلفت نظرك له و ايه اللي بيحصل بقى فهو ده اللي حاصل ده كله اعتقد لمصلحة الدوري الممتاز والمصلحة بالمناسبة النادي الاهلي لان انا كل ما اكون في القمة وبعد كده ايجي نفس نفسي ما حسش بمتعة لكن المنافسة مع منافسين اقوية وبعد كده انا اللي فوز اعتقد دي فيها متعة تانية تماما فاتمنى يكون فيه منافسين اكتر اتمنى يكون فيه كمان يعني تضارب فيه ترتيب الدوري انا عايز طبعا النادي الاهلي اكيد احنا ان اتمنى يفضل الاول كالعادة بتاعته لكن التاني والتالت والرابع انا عايز اشوف فيه فرق اول مرة اسمعها في مركز تاني وتالت والرابع ده حيدي متعة حقيقية وتنفسية حقيقية للقرى المصرية عايزين نشوف كمان اقول ستة او سبع فرق بتنفس على الصدارة ليه لا يعني اعتقدش ان انت تاني احترجع تقول انا حستمتع قوي بصعود النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي وما فيش فعلا منافسة حقيقية على الارض ديش هبه فيها اي متعة او انا من الناس اللي ما بشوفش متعف ده على كل حال